نعم هناك ما قاله السيد مستشار الأمن القومي السيد قاسم العرجي أشار بصورة واضحة إلى أن العراق اشترى بمجموعة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وهذه الأسلحة تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى تدريب لمن يقود هذه الأسلحة وكذلك بالمقابل تحتاج إلى تطوير للبرامج وتحديثها وتحتاج كذلك إلى الشراكة في المعلومات التقنية والفنية الخاصة بها وبالتالي وجود هذه البعثة الاستشارية الآن التي تقدم الاستشارة والنصيحة وكذلك بالمقابل التمكين وبرامج بناء القدرات وبالتالي سيد كذلك رئيس وزراء القادر العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظم لديه كان برنامج طموع على مدى السنة وستة أشهر في برنامج إصلاح القطاع الأمني هدف إلى تطوير المؤسسة العسكرية من خلال التركيز على بناء القدرات وكذلك بالمقابل برامج التدريب والتحديث والشراكة المعلوماتية